بهدف تدريبي وتطويري وتعزيز المهارات الفنية والخبرات لدى المعلمين والقادة في مجال التعليم المسيحي أقامت رهبنة أخوات مريم لفرانسيسكانيات في عمان بالتعاون مع مكتب البعثة البابوية في مركز شنلر دورة تدريبية لواحد وثلاثين مشاركاً بعنوان المنهجية الناشطة ودور الصورة في اللقاء الديني وإعداد المخيمات الصيفية واجتملت الدورة التي حاضرت بها الأخت بريت جبور من رهبات لفرانسيسكانيات في لبنان على ورشات للمعلمين لزيادة خبراتهم وتوحيد جهودهم حيث حثت المتدربين على إرساء المنهجية الناشطة في اللقاء الديني والابتعاد عن التكرار وبث روح التغيير وقد دعت الجهة المنظمة للدورة إلى التواصل مع مكتب نورسات في الأردن حول عقد دورات أخرى مستقبلاً في ذات الصياق نحن نتمنى أن تكون مش الدورة الأولى ولا الأخيرة رح تكون بسلسلة دورات رح تنعقد إن شاء الله حسنا هلأ اليومين اللي قدمناهم كانوا فعلاً ناجحين وكانوا الأشخاص عم بيستفادوا كتير منها حتى فعلاً لأول والأخير إحنا حبين أنه الطفل هو اللي يكون المستفيد أنه المربي هو يعطي شهادة حية للمسيح فأكيد نحن نحب نخلي المربي يعطي الطريقة للطفل يكون يستفيد ويكون مبسوط ويطلع فعلاً أنه بغنى مع ربنا نحن المدل لأنه بالدورة هاي هو يسوع المسيح كيف كان هو المربي الناجح لبعض التعليم طريقة ناشطة واليوم أخذنا تلميذ عماوس كيف يسوع رفق التلميذ الثنين بطريقة كتير ناشطة وناجحة هذا المخيم طبعاً من المخيمات الناجحة جداً بالنسبة إلي أنا مع مشاركتي مع عدة مخيمات إحنا شاكرين جداً يعني للبعثة البابوية والرهبات لفرانسيسكان اللي أتاحوننا هيك فرصة حتى أنه نشارك مخيم لخدمة كل طائفة لخدمة كل كنيسة فيها أطفال أو عدد كبير من الأطفال وصلنا لمرحلة يعني أنه بتقدر توصل لمستوى الطفل وتقدر توصل لفكره وكيف توصل له معلومة أهم إشي أنه رسالتنا أنه يكونوا الأطفال بنعلنهم أنه كيف يكونوا على مثل مريم العذرة وأنه بنكمل معهم وإحنا هاي يومين صارنا في مخيم عشان نتدرب كيف رح نعلمهم وأخذنا منهاجية الناشطة للتعليم أيضا اليوم إحنا عزمينا الرهبات لفرانسيسكان حتى نحضر على مود هذا المخيم ويكون عندنا القدرة نعطي أكثر ما عندنا للأطفال ويكون عندنا هاي الثمرة اللي ناخذها من هذا التحضير من هذا اللقاء اللي إحنا اليوم دا نحضره حتى ننطيل للأطفال ونفيدهم أكثر وأكثر المحاضرات اللي أخذناها بهاي الدورة استفدنا كتير من خلال كيف نستعد استعداد روحي وديني واجتماعي وثقافي عشان نقدر نعطي للأطفال اللي رح يجوع المخيم من عمر 8 سنين لعمر 16 سنة بالإضافة تعلمنا كيف بنعمل اللقاء الديني من خلال وسائل وأنشطة ومن خلال أشغال يدوية تعلمناها خلال 3 أيام شكرا